اهلا بكم في اولى درسنا في القسم الاول من كورس السيو الاحترافي في القسم الاول ده محتاجين نجاوب على ست اسئلة مهمة جدا الاجابة عليها هتدخلني تماما في الموضوع وهعرف من خلالها موضوعات هامة جدا عن السيو الست اسئلة دول عبارة عن ايه هو السيو؟ ليه انا بحتاجه؟ ازاي محركات البحث بتشتغل؟ ازاي اعرف ان صفحات موقعي موجودة داخل محركات البحث؟ او بنقول عليها مفهرصة؟ ايه هي صفحة نتائج البحث او اللي بنقول عليها سيرب؟ وايه هي مكوناتها؟ والسؤال الاخير ايه هي العوامل اللي بناء عليها بتترتب نتائج البحث؟ تعال بقى نمسك سؤال سؤال كده ونبدأ نجاوب عليه اولا ايه هو السيو؟ انا محتاج دلوقتي ان انا اعمل تعريف دقيق عن السيو طبعا مهم جدا يا جماعة التعريفات التعريفات دي مش حاجة نظرية كده زي اللي اخدناها في المدارس بحفظها عشان ننجح وخلاص لا ده التعريف ده المدخل الاساسي للموضوع فلو عرفنا لسيو صح هتبدأ كل حاجة تكملها صح اولا بس سيو دي طبعا دي اختصار لجملة مكونة من 3 كلمات اللي هي الSearch Engine Optimization يعني ايه بقى؟ طبعا التعريف اللي الناس كلها بتقولوا ان Search Engine Optimization يعني تحسين محركات البحث طبعا ولا ليه اي علاقة بالموضوع وتعريف غلط تماما لانه محرك البحث يعني جوجل مثلا هل انا لسيو ده بعمله علشان احسن جوجل؟ لا طبعا التعريف ده غلط انا ما بحسنش محرك البحث او ما لبعمل ايه بقى؟ تعالى نشوف بقى التعريف الادق هو تحسين الموقع للزهور في نتائج محركات البحث طبعا ده تعريف أدق ولكن برضو ده تعريف خاطئ ليه؟ لأننا ما بحسنش الموقع عشان نظهر في نتائج البحث لأن أي موقع كده كده بيظهر في نتائج البحث بس فين بقى في نتائج البحث؟ ممكن يبقى في الصفحة رقم 100 في الصفحة رقم 1000 فده اسمه ظهر في نتائج البحث بس مش ده اللي أنا عايزه أما لأيه تعريف الأدق؟ هو تحسين الموقع للزهور في نتائج متقدمة داخل محركات البحث يعني بعمل حاجات في الموقع علشان يخليه يظهر في نتائج متقدمة يعني إيه بقى نتائج متقدمة؟ يعني على الأقل يبقى في الصفحات التلاتة الأولى طبعا احنا عارفين أن صفحة البحث زي جوجل مثلا بيبقى فيها 10 نتائج بشكل افتراضي يعني اللي بيدور المفروض أنه هو بيدور في الصفحة الأولى ملقاش ممكن يروح للتانية ممكن يروح كمان للتالتة إنما أكتر من كده مش هيروح يعني لو الموقع بتاعي في الصفحة رقم 4 أو ما بعد كده مش محسن أو كده لسيو بتاعه مش مظبوط فأنا محتاج أظهر على الأقل في الثلاث صفحات الأولى وطبعا مش هدفي كمان الصفحة رقم 3 أنا هدفي الصفحة الأولى وكمان في أولها هو ده اللي احنا عايزين نعمله في الكورس يعني يبقى إذن ده التعريف الأدق ولكنه برضو خطأ وخطأ جاسين جدا كتير من الناس بتقع فيه اللي هو إيه بقى إن أنا مش بحسن الموقع كلمة ويب سايت دي أو موقع جوجل ما يعرفهاش أما الجوجل بيعرف إيه بقى بيعرف الويب بيتج صفحة الموقع فالتعريف الأدق أو الصحيح بقى تماما هو تحسين صفحات الموقع مش الموقع للزهور في نتائج متقدمة داخل محركات البحث يعني إيه بقى؟ يعني الموقع ده كلمة كده وهمية أو كلمة افتراضية الموقع بيبقى مكون من مجموعة من الويب بيتجز أو الصفحات وكل صفحة لها URL أو عنوان مختلف أنا ممكن يبقى عندي موقع مثلا في صفحة لبيع العطور وفي صفحة لبيع الملابس وفي صفحة مثلا لبيع الاكسسورات كل صفحة بتتكلم عن موضوع مختلف هل معنى أن أنا بظبط لسيو أن أنا بظبط كل الموقع علشان يظهر في النتائج الأولى؟ لا أنا بمسك صفحة صفحة داخل الموقع وببدأ أظبط لسيو بتاعها يعني صفحة العطور مثلا ممكن أظبط لسيو هنشوف طبعا الإجراءات المختلفة للضبط علشان لو حد كتب عطور مثلا تظهر الصفحة دي في نتائج البحث الأولى بس مش معنى ظهورها أن كمان صفحة الملابس أو صفحة الاكسسورات هتظهر برضو في النتائج الأولى لا ممكن صفحة واحدة من الموقع عندك تبقى ظهرة في النتائج الأولى وباقي الصفحات في النتيجة رقم 100 مثلا ولا في الصفحة رقم 1000 أيا كان ليه؟ لأن انت مسكت صفحة وضبطت السيو بتاعها يبقى ما فيش حاجة اسمها أن أنا عايز أظبط الموقع علشان يظهر في النتائج الأولى أنا بمسك صفحة صفحة داخل الموقع وببدأ أظبط السيو بتاعها علشان تظهر في النتائج الأولى يبقى إذن السيو بيبقى على مستوى الصفحة وأصلا جوجل ما يعرفش حاجة اسمها ويب سايت ده بيعرف ويب بيج أو صفحات الموقع فدي الإجابة على السؤال الأول والتعريف المهم جدا اللي وصلنا له اللي المفروض هيدخلنا بقى على الموضوع بشكل واثق وإحنا فاهمين إحنا بنعمل إيه السؤال الثاني اللي المفروض سؤال سازق جدا إحنا ليه بنحتاج السيو الإجابة عليه برضو هتفهمني حاجات مهمة جدا خلي بالك إن في قطاعات كتير جدا كل شغلها أو مبيعاتها قائمة على موضوع السيو ليه؟ لأن مهما كنت بعمل إعلانات أنا لا يمكن هوصل لكل العملاء المستهدفين مخصوصا لو أنا منتج أو خدمة عالمية يعني مثلا قطاع السياحة أنا دلوقتي عايز أعلن عن السياحة في مصر مش معقول إن أنا هعمل إعلان يغطي السبع مليار شخص اللي موجودين في أنحاء العالم أنا عايز أم حد يكتب السياحة في مصر أو أسماء المناطق السياحية يظهر له بشكل أورجانيك أو شكل طبيعي يعني بدون إعلانات إيه الخدمة اللي أنا بقدمها سواء كنت شركة طيران أو شركة سياحة أو قتلات أيا كان بس مهم جدا الوصول الأورجانيك مثلا قطاع الاستراد والتصدير هفترض إن أنا بصدر مثلا ملابس لجميع دول العالم هل أنا المفروض هعمل إعلان في كل دول العالم علشان أفهمهم إن أنا بصدر ملابس لا أنا المفروض أظهر أورجانيك لأي حد في أي دولة عايز يستورد مني أو أصدر له يعني أنا الملابس حاجة كمان التجارة الإلكترونية بمختلف أنواعها بقى زي مواقع مثلا التجارة الإلكترونية الشهيرة أمازون جوميا أي أن كان بيعتمدوا اعتماد كل على لسيو آه بس أنا بشوف إعلانات كتير أمازون أو جوميا بيعملوها آه الإعلان ده جزء من الماركتنج إنما الأساس هو السيو والدليل إن إحنا ممكن نعمل تحليل للمواقع دي ونشوف قد إيه بيجي لها من الإعلانات ناس وقد إيه بيجي لها من السيو طبعا علشان أعمل أنا التحليل ده محتاج أستخدم أداة معينة من أدوات السيو ويمكن أشهرها أداة سيمراش مش يمكن ده أكيد هي الأداة الأولى في عالم السيو وهنعتمد عليها اعتماد كلي بعد كده فإن أنا أعمل تحليل وضبط السيو طبعا ممكن مؤقتا دلوقتي نعمل free trial لمدة أسبوع نعمل أكاونت عليها يعني free trial وبعدين بعد كده نبقى نشترك ومهم جدا إن إنت تشترك فيها خلي بالك بقى شوف أنت بتصرف ميزانيات قد إيه على الإعلانات والنتائج اللي بتجيبها لك قد إيه السيمراش الأداة دي مدفوعة وكل على فكرة أدوات السيو مدفوعة تقريبا 100 دولار في الشهر ولكن النتائج اللي هتجيبها لك نتائج مزهلة وخلي بالك أنت مش هتشتغل على الموقع بتاعك بس أنت ممكن يبقى ده البزنس بتاعك أخصائي سيو وممكن تقدم خدمات كتير جدا 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 بس طبعا لازم تكون مشترك في الأداة دي على مواقع العمل الحر المختلفة Upwork, Fiverr, 5ات أي أن كان وهتقدم بقى إيه عشرات الخدمات اللي الناس فعلا محتاجاها وهتلاقي فيه ناس بتطلب منك الخدمات دي بس لازم يبقى عندك الأداة بتاعة السيمراش على الأقل وعندي طبعا أدوات كتير جدا زي الـ AhRef والموز وحاجات كتير جدا ولكن السيمراش هتغنيني تماما فهنبدأ دلوقتي نتعرف على استخدامها في حاجة بسيطة جدا أنا عايز أعرف الإعلانات اللي بتعملها جوميا مثلا بتجيب لها ترافيك قد إيه في الشهر والسيو الأورجانيك بيجيب لها ترافيك قد إيه في الشهر لتأكيد بس المعلومة وكمان عشان نبقى بدأنا في استخدام الأداة بتاعة السيمراش فهدخل على البراوزر واكتب سيمراش.com هتجي لي الصفحة الرئيسية بتاعته ولو نزلت تحت شوية كده هتلاقي مكتوب Start Free Trial هضغط عليها قال لي أنت عايز تعمل أكاونت بإيه طبعا أسهل حاجة أن أنا لو عندي أكاونت على جوجل وده أكيد فأقول له Continue with Google هيبدأ يسألني الأكاونت بتاعك على جوجل إيه أختاره أنا كده عملت Sign Up وبيسألني بعد الترايل لسابعة أيام أنت عايز تشترك في أني خطة طبعا خلي بالك برضو أنت ممكن تكتفي بالسبع أيام وتcancel subscription أو الاشتراك بتاعك ولكن أنا هقول له البرو طبعا أهم فرق ما بين الاتنين عدد المشاريع اللي ممكن تنشئها مع بعض في نفس الوقت يعني هنا مثلا خمس مشاريع طبعا مش خمس مشاريع بس لا خمس مشاريع مع بعض في نفس الوقت خلصت مشروع ممكن تلغي وتعمل مشروع تاني وهكذا بس في نفس الوقت ممكن تعمل خمسة مع بعض ده يكفي فأختار الاختيار ده فيبدأ بعد كده يسألني على بيانات الدفع هكتب البيانات وطبعا خلي بالك هو مش هيسحب منها حاجة هو هيسحب بس دولار للتأكيد ويرجعه لك تاني إنما في الفري ترايل هو مش هيسحب حاجة بعد كده لو أنت ما cancelتش الاشتراك خلال السبعة أيام هيبدأ بقى يسحب مبلغ الاشتراك الشهري اللي هو 119 دولار أما لو عملت cancel وهوريك إزاي يبقى أنت خلاص اكتفيت بالسبعة أيام الترايل وبعد ما خلص كتابة البيانات هعمل place order كده خلاص هبدأ قوله بقى start using Simrush طبعا بيسألني هنا أنت إيه اللي بتفضله إيه الانتراسس بتاعتك اهتماماتك إيه دي مجرد معلومة لي أنا ممكن أتخطاه وقوله skip ظهرت لي بقى الوجهة الرئيسية بتاعة Simrush أول حاجة بس عايز أوريها لك إزاي تلغي لسبسكريبشن علشان خلي بالك لو الأسبوع فات ومعملتش cancel للاشتراك بتاعك يبقى كده حيسحب منك 119 دولار عموما لو حبيت تcancel خلال الأسبوع ده هتضغط هنا على صورة الأكاونت بتاعك وتختار منها subscription info هتجي لك مجموعة الاختيارات دي لو أنا عايزة cancel subscription هضغط هنا على cancellation policy بيقولك هنا أن فيه فورم المفروض تملاع علشان تcancel subscription هضغط على زيس فورم طبعا هو الفورم بيسألني سؤال واحد أنت ليه عايز تلغي لسبسكريبشن فهجاوب على أي إجابة من دول وأقول له continue برضو بيسألني سؤال تاني فهبدأ أختار وأقول له continue وهكذا لغاية ما خلص الأربع أسئلة اللي هو هيسألهم لي بعد كده هيعمل ال cancellation طبعا أنا مش عايزة cancel فأقول له I want to stay رجعت تاني طيب تعال وريك برضو حاجة مفيدة جدا بخصوص الدفع ممكن لو مجموعة عايزة تستخدم السمراش يعملوا مع بعض جروب كده وتبدأ تشتري يوزر يعني الاشتراك الأول بيبقى بـ 119 دولار في الشهر أي يوزر بعد كده بتضيف ويستخدم السمراش بيدفع 45 دولار يعني ممكن لو جروب من عشرة هتوفروا كتير جدا أن انتوا تشتركوا في السمراش طيب إزاي باشتري اليوزر ده برضو هضغط هنا على صورة الأكاونت واقول له subscription info هتلاقي من ضمن الاختيارات دي يوزرز ممكن تقول له buy more buy more users يعني لو ضغط هيقول لي أن اليوزر الواحد بـ 45 دولار في الشهر ممكن بقى تضيف أي عدد أنت عايزه من اليوزرز وتبدأ تدفع كده أنت بتوفر لو مجموعة بيشتركوا في نفس الأكاونت طيب هقفل وتعالى بقى نضغط على كلمة سمراش علشان نرجع للصفحة الرئيسية اللي أنا عايزه دلوقتي إن أنا أحلل موقع جوميا ببساطة شديدة أنا عايز أعرف الترافيك عليه قديه كل اللي هعمله إن أنا أجي فوق هنا كده في السرش بار ده أضغط وأكتب اسم الموقع اللي أنا عايز أعمله تحليل جوميا اهو جابهولي .com.eg Enter طبعا إحنا بس دي حاجة بسيطة جدا لاستخدام السمراش علشان نبقى بدأنا فيه مش أكتر لو لاحظت بقى هتلاقي فيه اختيارين اللي يهموني دلوقتي فيه حاجة بيقولي هنا Organic Search Traffic الترافيك من خلال السيو بدون إعلانات في الشهر 4.09.10 زائر يعني 5 مليون تقريبا زائر من السيو بدون إعلانات أما بقى الإعلانات المدفوعة فبتجيب في الشهر 25 ألف زائر فقط شوف الفرق بقى قد إيه ما بين الأورجانيك وما بين البيت سرش الفرق كبير جدا طبعا رغم أن جوميا بتعمل إعلانات وبتدفع كتير ولكن الدفع الكتير ده جاب لها بس 25 ألف أما الأورجانيك ترافيك من خلال السيو جاب لها 5 مليون زائر فهو ده بس اللي كنت عايز أقوله لك بخصوص السؤال التاني بس بالمرة إحنا عملنا أكاونت على سيمراش وبقى موجود عندنا علشان نستخدمه بقى في كل الدروس اللي جاية نرجع بقى لموضوعنا إحنا ليه بنحتاج السيو وإحنا عرفنا دلوقتي ليه طيب في مقولة شهيرة جدا بتقول إن السيو بيساوي الفيزاباليتي يعني السيو بيساوي الرؤية عايز تظهر وتعمل أورنس لنفسك للبراند بتاعك وتبقى مشهور يبقى لازم السيو لأن زي ما شوفنا الفرق الكبير جدا ما بين الترافيك من السيو والترافيك من الإعلانات قبل ما نخلص برضو الإجابة على السؤال التاني تعال نشوف الإحصائية البسيطة دي بيقولك هنا إن 81% من الأشخاص قبل ما بيشتروا أي حاجة بيعملوا سيرش علشان يجيبوا معلومات يجيبوا أسعار أيا كان بيعمل هنا سيرش علشان يعرف تفاصيل المنتج بيقولك كمان هنا إن 75% من الأشخاص اللي بيعملوا سيرش ما بيتخطوش الصفحة الأولى يعني ما بيتنقلوش للصفحة التانية هم بياخدوا النتائج اللي في الأولى وهي دي اللي تبقى مصدقة بالنسبة لهم هنا كمان بيقولك إن 93% من المشتريات أونلاين بتبقى من خلال السيرش إنجين أما الرقم الأخير ده فبيقولك إن 55% من الأشخاص بيضغطوا على واحد من الثلاث نتائج الأولى فقط اللي في الصفحة الأولى فطبعا إحنا كده عرفنا يعني إيه سيو وليه كمان بنحتاج السيو وعرفنا من خلال الإجابة على السؤالين دول معلومات هم كتير شكرا